اللي بتخص المواطن واسمحولي يمكن النهاردة انا يعني طلبت ان معالي وزراء الكهرباء والطاقة الجديدة والمتكددة ومعالي وزير البترول والسروة المعدنية بقوا معانا عشان يمكن احنا لما اتكلمنا على موضوع الازمة انقطاع الكهرباء او تخفيف الاحمال وكان هناك وعد ان ان شاء الله نبدأ من اعتبارا من الاسبوع التالت لشهر يوليو في اقاف خطة تخفيف الاحمال لفترة الصيف عشان احنا تحسبا لدرجات الحرارة العالية الغير مسبوقة اللي واجهناها وبنواجهها ومتوقع ان احنا نواجهها في الصيف ويعني اهتماما جدا بان احنا عايزين نخفف من وطقة هذه الازمة ومعاناة المواطن فيها كان هناك يعني ان احنا وعدنا ان احنا ان شاء الله هنتدخل بهذا الموضوع وان احنا يعني بنستورد كميات شحنات كبيرة ان شاء الله تمكننا من تجاوز هذه الازمة وبالفعل الحقيقة على مدار الاسبوع انا كنت بتابع يوم بيوم مع السادة الوزراء الموقف على الارض والحمد لله الشحنات بتوصل في توقيتاتها وبالتالي يمكن عشان كده يمكن كان القرار اللي احنا اخدناه ان هو ان شاء الله اعتبارا من يوم الاحد القادم اللي هو يوم واحد وعشرين حنوقف خطة تخفيف الاحمال على مستوى الجمهورية كلها في فترة الصيف يعني لغاية منتصف سبتمبر ان شاء الله وده بيأتي مع ان احنا زي ما وعدنا باذن الله على نهاية العام نكون انهينا الازمة بالكامل في مستوى الجمهورية كلها ولكن احنا اللي انا بقول لحضراتكم وبوعد بيه المواطن المصري ان احنا حنبقى شغالين على قدم وساق على مدار هذه الفترة ازاي ان احنا نقلل تماما من بعد شهور الصيف ازاي ان احنا نقلل كمان من موضوع تخفيف الاحمال لغاية ما نحلها بالكامل قبل نهاية العام وعشان بس اقولها لحضراتكم عشان حضراتكم نعرف قد ايه حجم العب اللي ملقى على الدولة احنا حجم الاستهلاكات بتاعت الكهرباء في الفترة اللي فاتت زادت بكميات غير مسبوقة انا حدي لحضراتكم الرقم احنا في الايام القليلة الماضية تجاوزنا في اليوم الواحد استهلاكات سبعة وتلاتين ونص جيجا سبعة وتلاتين ونص جيجا يعني بزيادة اكتر من اتناشر في المية عن العام الماضي الارقام دي غير مسبوقة عشان حضراتكم نبقى عارفين في موضوع الاستهلاكات بتاعت القهرباء وكنا لما بععد مع السادة الوزراء على قبل فترة الصيف وبنحط تقديراتنا للفترة الصيف ما حدش كان متخيل ان درجات الحرارة هتبقى بهذه الصعوبة والحدة في شهور الصيف وعشان كده طلبت من معالي الوزراء الجدد ان نبقى عاملين احتياطاتنا الكاملة في خلال الفترة الجاية لان ممكن من الوارد جدا ان نفاجأ برضو بموجات حرة شديدة في بقية شهر يوليو او شهر اغسطس او حتى النصف الاول من شهر سبتمبر ولكن ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم اعتبارا من يوم الاحد القادم هنوقف تخفيف الاحمال وهنا عايز اوضح حاجة مهمة جدا لنا كلنا معنى تخفيف الاحمال ان انتهت فكرة الجداول اللي كانت محتوطة وان معروف ان على مستوى الجمهورية احنا بنوقف قطع الكهرباء في المنطقة دي ساعتين والمنطقة دي ساعتين اللي بعديهم وهكذا لكن من الوارد جدا بعيدا بقى عن خطة تخفيف الاحمال ان احيانا وده شيء طبيعي بعيدا عن هذا الموضوع ان ممكن تحصل مشكلة في منطقة ما نتيجة لظروف معينة بمعنى ان ممكن درجات الحرارة العالية تؤدي الى ان محول ما في منطقة معينة بيخرج برا الخدمة بسبب هذا الموضوع ده بيحصل في اي دولة في العالم فبالتالي ممكن تحصل ان نلاقي كهرباء قطعت في منطقة ساعتين ثلاثة بسبب ان حصلت مشكلة فنية في المحول ده كان بيحصل قبل ما ما تحصل ازمة تخفيف الاحمال ده انا بقوله ليه علشان لو لقدر الله في خلال الفترة القادمة حصلت مشكلة في مكان هتبعى على قد المكان ده بنحتويها ونحلها وترجع تاني الخدمة في هذا الامر فده بس عشان نأكدها ونوضحها انما فكرة الخطة العامة اللي كانت موجودة على مستوى الجمهورية وان احنا بنقول احنا بنقطع من الفترة من مش عارف الساعة كام لساعة كام دي بتنتهي ان شاء الله اعتبارا من يوم الاحد القادم لغاية منتصف شهر تسعة ترجمة نانسي قنقر